خلينا أوجه سؤال تاني إحنا كمسيحيين لماذا نفتخر بالصليب مع إنه رمز العار ما معنى نفتخر بالصليب هل نفتخر بخشبة الصليب هل نعبدها مثلا إحنا بنفتخر بحكمة الله التي ظهرت في الصليب قوة الله البعض يمكن يستغرب وأنا بقول قوة الله التي ظهرت في الصليب ظهرت قوته الإجابة نعم لكن أعظم الكل وأسمى الكل محبة الله التي ظهرت في الصليب نعم حكمة الله ظهرت في الصليب واتضح ما قاله الرسول بوليس في كورينتوس الأولى أصحح واحد أن جهل الله حشل لله من الجهل لكن إن كان عند الله جهل كما يظن بعض الجهلة فإن جهل الله أحكم من الناس وضعف الله حشل لله من الضعف لكن لو افترض البعض أن الله عنده ضعف فإن ضعف الله أقوى من الناس وهذا ما ظهر في الصليب فالصليب بيّن حكمة الله وقوة الله فظهر أن جهل الله اللي الناس بتقول عليه جهل أحكم من الناس لأنه بالطريقة دي أم كان يخلصني كيف كان يخلصني إذا ما ماتش هو نيابة عني قانون الله واضح وعادل لا يمكن أن تجد لسنة الله تبديلا النفس التي هي تموت أو يموت بديلا عنها وده اللي احنا أشرنا إليه في الشعية 53 زي ما حك تفضلت لكن مش بس كده ده العهد الأديم كله بيتكلم عن هذا الفكر وده الشئ الرائع بقى أن الصليب لم يظهر أو لم يخترع المسيحيون لكن موجود في الكتاب المخدس من سفر التكوين أصح أقول أصح تلاتة من تكوين تلاتة وبعدين الذبائح وبعدين خروف الفصح وبعدين يوم الكفر العظيم وبعدين النبوات التي تكلمت عندما المسيح مات على الصليب أم كان يخلصنا وقوة الله ظهرت عندما خلصنا المسيح يعني في قصة في العهد الأديم أخي نزار اللي هي بتاعة داود عندما شاف جولياد بيزل الشعب أربعين يوم واربعين ليلة وبعدين هو ثار في أراد أن يعني يتدخل طب بس أنت صغير وانت هتعمل ايه وبعدين انت معك سيف قال دخل دخل الحرب القصة دي موجودة في صمويل الأول 17 في العهد القديم وبعدين بحجر ملساء دوخه بس ما ماتش موته ازاي داود بالسيف بتاع جولياد طب وده ما له بقصة الصليب لا ليه دخل كبير قوي في عبرانين 2.14 يقول لي كي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس يبقى إبليس له سلطان الموت المسيح بالموت أباد ذاك الذي له سلطان أنا بقول هنا بانت الحكمة حكمة الله لأن الشيطان لو كان يعرف أن صليب المسيح سيؤدي إلى خلاص البشر لما خلى الناس تصلب المسيح وده اللي بيقوله في كورونتس الأولى أصحاح اتنين حكمة ليست من هذا الضر لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجل فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة فيعني الصليب دا أو فكرة الصليب بتهيالي تحتاج إلى إعلان إلهي لكي ندرك عظمة هذا العمل العظيم ولكن هذا لا يلغي أن الصليب هو رمز للعار ولسيما في أيام الرمان وطريقة الصلب ولكن المسيح افتخر يعني في هذا العار من أجل خلاص البشرية ترجمة نانسي قنقر